بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح بالعاصمة المؤقتة عدن مع القائم بأعمال استفارة الصينية لدى بلادنا تشاو تشينغ العلاقات والتعاون بين اليمن والصين مثمنا الدعم الصيني المقدم مؤخرا والذي سيسهم في تعزيز القطاع الصحي لسيما في ظل ظروف الراهنة التي تمر بها البلاد مشيرا إلى أن للصين بصمات واضحة في مفاصل القطاع الصحي منذ زمن طويل مؤملا استمرار الدعم الطبي الصيني وعودة الفرق الطبية الصينية للعمل في المرافق الصحية وكذا العمل على دعم عادة تأهيل مستشفى الصين بمدرية صيرة من جانبه أشهد القائم بأعمال استفارة الصينية بعمق ومتانة العلاقات اليمنية الصينية مستعرضا إعداد الطلاب اليمنيين الدارسين في الصين وكذا عدد الأطباء والفرق الصينية العاملة في اليمن معربا عن الأمل في أن تسهم المساعدات الصينية الأخيرة في الدفع بالقطاع الصحي نحو الأفضل مبديا استعداد بلاده للعمل على تنمية العلاقات في المجال الصحي في السياق ذاته تفقد وزير الصحة العامة والسكان مع القائم بأعمال استفارة الصينية العمل في مركز الطوارئ التوليدية بكريتر مستشفى الصين سابقا واطلع على ما يقدمه من خدمات صحية ودع الوزير بحيب حصين إلى أن تتبنى إعادة التأهيل للمستشفى ليعمل على تخفيف الضغط على المرافق الصحية بعدا وإعطاء الأولوية لإنشاء قسم خاص يُعنى بالأطفال المرضى ذوي الإحتياجات الخاصة ومرضى التوحد موسيقى